استقبل وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو الزعيم الكوريا الشمالي كيم جونغ اون السبت بفلاديفستوك في أقصى الشرق الروسية وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الروسية تاس أن كيم يزور الذي يزور روسيا منذ ثلاثاء في أول رحلة له إلى الخارج منذ بداية جائحة كورونا وصل إلى مطار كنيفيتشي في فلاديفستوك قادما من كوموسو مولسك ناموري حيث زار الجمعة مصانع طيران وعرض شويغو على كيم في مطار كنيفيتشي مقاتلة من طراز ميك واحد وثلاثين مجهزة بصواريخ فرط صوتية من طراز كينجال وفق المصدر نفسه